هنروح على الرماية الرماية عندنا نجمناك كبير والعظيم يعني الحقيقة اللي احنا نفسنا يكون يعني ضغفنا في حلقة من الحلقات لانه الحقيقة يعني عامل شغل جاي جدا عزمي محلبة وخليكوا فاكريني الاسم ده ده صاحب بطولة العالم او كأس العالم اللي فات اللي اتأهل ل2024 خلاص اشترك في بطولة عالم في اذربيجان وفاز بالبرونزية عزمي محلبة لعب منتخبنا الوطني والبطل اللومبي نجح في الفوز ببرونزية بطولة العالم من الرماية بالبندقية والمسدس واللي بتتلاعب دلوقتي في اذربيجان شايفين اللي طبيعة عاملة زي حاجة هناك في اذربيجان يعني بس الدول دي بتشتهر اكتر بالمصارعة واللي هي العاب الفردية القتالية بمصارعة والروماني ومصارعة الحرة عندهم هم مشاطرين فيها جدا عزمي كان حقق المركز التالي والمديلة البرونزية دي بعد ما حقق 46 طبق من اصل 50 هو بيحقق احسن من كده بس يمكن كان بدلك وجه بطل اليونان في المركز الاول من بعد بطل فنلندا في المركز التاني من بعده بطل فنلندا في المركز التاني عزمي كانت اهل النهيات بعد تحقيق العلامة الكاملة برصيد 125 طبق من اصل 125 هو ده عزمي عزمي محلبة بيجيب بال125 طبق من 125 يتأهل للنهيات بس في الاخر ما توقفش في اربع اطباق خاد برونزية المدالية دي هي التالتة العزمي محلبة في بطولات العالم بعد برونزية بطولة العالم باسبانيا وذهبية النسخة اللي فاتت في كرواتيا دي اللي اتأهل فيها اللي بياخد دهب في بطولات العالم تك على طول شورت كات على توكيا هو بيلعب في البطولات دي بس عشان ايه يحتك انه هو خلاص راح باريس عشرين 24 ويمكن عزمي محلبة من اوائل الرياضيين اللي اتأهلوا لعشرين 24 من اوائل اللعيبة على المستوى الفردي ومن اوائل المنتخبات كمان اللي اتأهلت لباريس عشرين 24 طيب اشتركوا في القناة